تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس التونسي قيس سعيدة ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد وخلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن أكد الرئيس التونسي ضرورة تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكل لهم قانونا وذلك على حد تعبيره دعيا إلى تعديل التشريع الحالي إذا لم يحقق أهدافه أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليارات دولار من خلال أداء المساعدة الجديدة لمواجهة صدمات الغذائية وأوضحت المؤسسة أن حزمة المساعدة الجديدة تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث بيزان المدفوعات فضلا عن تحفيز تقديم الدعم المالي مستقبلا من الجهات المانحة والدائلة لأوكرانيا قال حاكم إقليم دونساكا بافلو كيرلينكو إن سلطات الأوكرانية عطلت على مقبرة جماعية في بلدة ليمان بشرق البلاد وأوضح كيرلينكو أنه لم يتضح بعد عدد الجثة التي تحتويها المقبرة وفي السياق المتصل ذكر مسؤول كبير بالشرطة المحلية أن المقبرة تحتوي على 180 جثة وكانت القوات الأوكرانية قد استعادت مؤخرا السيطرة على بلدة ليمان التي كانت وقعة تحت سيطرة القوات الروسية أكدت كوريا الشمالية أن التجارب الصاروخية التي تجريها هدفها الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة وذكرت وكلت الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن التجارب التي تجريها بيونج يانج لا تمسق سلامة الدول والمناطق المجاورة ونفذت كوريا الشمالية ستة عمليات إطلاق صواريخ خلال 12 يوما بما في ذلك إطلاق صاروخ متوسط المدى فوق اليابان أعلنت للولايات المتحدة وبريطانيا إطلاق الحوار الشامل بينهما حول التكنولوجيا والبيانات وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التزم ورئيس الوزراء البريطاني السابق في يونيو من العام الماضي بتطوير شراكة تقنية ثنائية جديدة ومميزة وأضاف أن الهدف من هذا الحوار هو البدء في مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي وحماية المميزات التقنية للبلدين منوها بأن هذا الحوار سيقود موثل رفع المستوى من وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين فضلا عن مكتب الشؤون الخارجية والكومن والث والتنمية في بريطانيا حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش من أن تباعات الفيضانات الكارثية في باكستان فتظل باقية لسنوات قادمة جاء ذلك في كلمة ألقاها جوتيريش أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك لتضامن مع باكستان في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد واشدد جوتيريش على أن الاحتياجات الهائلة تتطلب دعما هائلا مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة باكستان لعقد مؤتمر إعلان تبرعات وذلك بهدف تقديم دعم ملموس لجهود الإصلاح والتعمير سجلت الصين 1925 إصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت لجنة الصحة الوطنية أن من بين الحالات 501 إصابة ظهرت عليها أعراض 1424 بدون أعراض وسجلت الصين 1656 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 288 إصابة ظهرت عليها أعراض 1368 بدون أعراض ولا تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226 ختم مجزء التاسع فاصل وضح لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر